السلام عليكم طلاب إن شاء الله تكونوا بخير وياكم دكتور علي محمد ووصلنا الموضوع يلي هو جرس التطبيق للمحاضرة السابقة فتقريبا ما راح يشوفون أي معلومة جديدة بس يثناء موضوع القامة والألفة والسبندل تطبيق لها فاللي فهم المحاضرة السابقة راح يفهمها المحاضرة بكل سهونة إن شاء الله هذا الستراتش رفلكس يسموه مرات تندر رفلكس أو يسموه ديب رفلكس ليش ديب رفلكس يعني تذكرون بالمحاضرة السابقة أخذنا الكوتينوس قلنا موضوع البين، موضوع الكريماسريك، الابدومينال، الويددراول ذولا كلتهم عبارة عن سوبرفيشي الرفلكس أو يسموهم الكوتينوس رفلكس هنا يعتبر ديب لأن الريسيبتر مالتا ديب وإحنا كم ديب ريسيبتر عندنا عدنا اثنين اللي هما السبندل واللي هما الكولجي تندن. ذولا يعتبرون ديب ريسيبتر زيما موجودة جوايا من العضلات فهذا يسموه ديب رفلكس بمصطلحات لنيورومنت القبصة في 5 أو يسموه تندن رفلكس أو ستريتش رفلكس تعريفة شنو هو الرفلكس الميدياتد عن طريق المسل هذا تعريفة البسيط إذن المسل سبندل هي السينسيري والموتور هو الإشارة الموتور العادي كلك لمن ستريت المسل لازم يكون انتاكت يعني طبيعي يعني ماكو مشكلة مثلا بالسياتك ولا مشكلة بالكورتكس كلتا طبيعي يعني مطيها هذا فكرة لمن نسوي لها ستريتش رح تسوي كونتراكت هاي فكرة ستريتش هي السينسيري فكرة كونتراكت هي الموتور ونحن نعرف أي رفلكس بسينسيري بموتور فالسينسيري لمن نسوي عن طريق السفندل والكونتراكت هو الكنتراكت الطبيعي فهنا اشوف يقول لك هو الوحيد اللي السينسيري رأسا ينطي موتور مونو سينابتك الوذي دراور رفلكس الوذي دراور رفلكس يعتبر بولي سينابتك لان احنا شفنا انه ينطي عضلات فهذا فقط مونو سينابتك يعني ينطي العضلة واحدة فهنا اشوف انه فالسينجل سينابتك يمشي بالفلكس في الوذي دراور رفلكس في الوذي دراور رفلكس في الوذي الدراور يدخل الوذي دراور رفلكي وبعدين يمشي دراور الانتيريار والسينسيري شوفوا ينطي ويا الالفة لأن التركيز ستفعله باللارج موسلز يعني باللارج فايبر فعن طريقة الالفا فشوفون هنا الفكرة مالتا مرسم منكم إياها شوف السبيندل الموجودة وين بالإنترفيوزل راح تنطي إشارة تجي هاي الإشارة تنطي للالفا موتور الالفا موتور راح يروح وين ينطي لللارج موسل فهي تنطي فايبر باك للسيم موسل فروم وجدة سميندل فورم فايبر ارجنيتد فتروح لنفس العضلة فهذا فكرة ولهذا هو مونو سينامتك يعني ما راح ينطي لغير العضلات عن طريق تشينجز بالسينسيتيفتي مع المسل سبيندل لتريشولد ما ستريش رفليكس باريس بارت أوف ذا بدي كان بي ادجوستد وشفت التومي ذا نيس أوف ذا بوستشرة كونترول فيقول لك نقدر نحس نغير لتريشولد ما التحدي العتبة من هذا الستريش يعني اللي هي فكرة الرفليكس هي العالية والرفليكس القليل هل هذا فائد بس على المود انت يعني بالبطنية تيجي تضربه بالشاكوشو بس لا إنما إلا فائد على المود البوستشرة كونترول يعني شون البوستشرة كونترول أنت لازم العضلة صاير بيها فتفتباك معين أنه تيجي إشارة تقول لها أنا هلقى ستريش فترجع الإشارة تقول لها هلقى كونتراكتد فيترجع إشارة تقول لها أنا هلقى ستريش يعني لازم أكو فتفتباك من السيطرة حتى يبقى الجسم تحت تون معين ونرجع لكلمة التون لازم أكون تون معين للعضلة فإذا لازم ترجع لي سينسوري حتى أنطيها موتور حتى أعرف إيش قد أبقيها شادة فأنت من إنسان واقف حاليا على رجليك فالعضلات ما لتك شادة خصوصا عضلات الرجلين والظهر فهي حتى تبقى شادة بمستوى معين يحافظ على جاذبيتك على وقوفك ضد الجاذبية فهنا لازم تكون شادة بليفل معين هذا هو الـ كلك هنا الوقت بين الـ هذه المعلومات اللي أنا دائما نسميها يقول لك هاي بس تجي بالامتحان يعني ممكن بالامتحان الحرفيين يعوفوا لكم كل المادة وكل الشرح المهم يجيبوا لكم هذا التعريف فهنا حفظوهم يقول لك الوقت بين الـ يعني من تضرب التندن اللي هو الـ إلى أن يصير اللي هو الـ يعني وقت الـ يعني يصير بي دي لا يتأخر لو يصير مباشرة يعني من تضرب التشاكوش إلى أن تفزل عضلة مالتك أشغال يطاول هاي فكرة بعدين يقول لك الـ خلال الـ يعني الوقت اللي الإشارة تأخذها داخل الـ يسمو أو التأخر المركزي فهي فكرتهم طبعا تعريفات سهلة يقول لك المنسي تريج رفلكس أكر المسل ذات أنتوغنايز الـ راح يصير لها ريلاكس يعني أنت من تضرب على الكوادرسيبس المفروض للبايسيبس والهامسترين يسأل ريلاكسيشن هذا يسمو طبعا سببا حتى لا ينكسر العظم يعني حتى لا يصير مشكلة بالعظم كلك هذا الباثوين مديدت this effect appears to be bi-synaptic in which collateral branch مال أفرنت يروح للسبينار كورد يسوي انهبشن للانتاغونيست يعني يكون هنا سينابس ثاني يروح يسوي انهبشن للانتاغونيست هذي يسمو ريسيبريكال انهبشن فهي حالات انه تسوي انهبشن للعضلة المقابلة يعني يسمو synergist muscle are also stimulated لمن عضلتين سوى يعني مثلا بايسيبس براكيالس ممكن تتفعل البايسيبس براكيالس يسموها synergist مصطلح synergist هو العضلة المساعدة للأغونيست الأغونيست هي العضلة الأساسية لانتاغونيست العضلة المعاكسة لها synergist هي العضلة المساعدة للأغونيست ببساطة هو كل النيورو حرفيا كل النيورو يعتمد عليه شكو شي بالموتور يعتمد عليك شكو فحص سريري تفحص بالمريض هو طبعا بالجزء النيورو يعتمد على stretcher flex وبالطوارئ يعتمد عليه هو knee jerk knee jerk مبدئيا وهذه المساعدة طبعا شنو jerk هو المصطلح اللي يستخدم هنا من تضرب التشاك واجعل نيسم والني jerk فأكو طبعا الني jerk أكو مع الأنكل أكو مع البايسيبس أكو مع البراكياليس أكو مع الترايسيبس فهذه كلتها موجودة إذا knee jerk tapping patellar tendon وتذكروا من أخذنا باللورلم ذكرنا أنه لازم patellar tendon حتى يسوي لك jerk يعني لازم تروح على patellar tendon وليس على quadriceps tendon اللي قامت يعني اللي هو بين patellar وال tibiotiporosity هذا stretch reflex of quadriceps 3 moris فتاب on the tendon stretch the muscle فمن stretch the muscle يحفو contraction سين شنو وظائف هذا stretch tendon reflex حس راح تشوفون أنه إلى أدوار يعني هو مو مجرد نستخدمه بالطب يعني إنما إلا دور بالفسلجة وهذا ناخذ بالفسلجة يعني هو موضوع clinical هو موضوع basic بس إلى تطبيق clinical فنجي نشوف أول فكرة هي tone والتون شرحنا إن أي دعاء السريع أقول لك slight amount of continuous tonic gamma motor excitation دائما أكو gamma motor تسوي excitation هس راح يشرح قصتها ببساطة هاي gamma motor مسوي excitation يسوي stretch لل spindle يترجع لل spinal cord يسوي excitation للألفة تشوفون هي الفرة هاي مال التون يعني البساطة هاي حفظنا على التون مالتنا فإذن دائما أكو continuous tonic gamma motor excitation فإذن تبدي من gamma فconsequent لكنتيج هي صير mid port muscle spindle continuously slightly stretch فإذن كنتيج شنو emit sensory impuls continuous لمرض اللغ شوفون خلال سطرين continuous وهنا continuous وهنا continuous إذن ثث مراحل القام دائما فدائما أكو stretch فدائما أكو sensory كنتيجة إلى completing the sensory stretch arc راح ترجع للارك مرتل لغ فخلال هذا reflex muscle tone is established راح يبقى which can be defined شنو تعريف هذا تعريفة كلش مهم حتى تفهمون شنو هو tone التون تعريفة هو residual amount of muscle contraction even the muscle is at rest or in activity يعني أكو كمية من contraction والعضلة مادة تتحرك مادة تستخدم هي at rest بس أكو كمية معينة من contraction هذا residual amount يسمى muscle tone tends to maintain same length of muscle by resisting stretch هو بالمقابل حي قاوم stretch لأن contraction يعني هو يحاول يقصر تمام يحاول يقصر تغير بالlength من المسل هو يقول keep your muscle primed and ready for action يعني العضلة تكون نسمى نقول حامية معنى ثاني يعني ready to action وكلي يشغل ها بكل سهولة فهنا always activated state or partial contraction maintains balance and posture ونسمى قلت لكم من انت واقف تحتاج توني وقفك also function for safety mechanism allows for quick unconscious muscle reflex ready for any sudden fiber stretch هاي انت العضلات تبقيها دائما بمرحلة tone معين يعني مرحلة contraction بسيط حتى اي شي صرت قدرت اتحرك زين فهذا reflex كل السريع يعني ذاقي اليوم قبل اليوم انا قاعد اشرح اليورو وقمزة بزونة انا قاعد على الكرسي قمزة من قاعد يسار يعني مباشرة انا عفت ipod وبيدي اليسار دفعتها ومن انهم بزون انتم كل ستعرفون السريعة بس اكتشفت ان احنا reflex مانتنا يعني بوقت انا اشرح ال pyramid وكذا فيعني شفت ان هو صدق هذا reflex مانتنا كل كل السريع بحيث يعني نقدر نقال بال reflex من الحيوانات فدائما تكون ready يعني عضلتك كل ready ممكن تسوي اي شي لو هس واحد ضرب طوبة على عينك مباشرة هتحض ايدك وتحميها نذاك لك بعض الحالات يقول لك اذا موتور نرف تمصل اسكت هاي الحالة يعني نقصد البرفران نرف موتور نرف نقصد البرفران يعني نقصد الال نرف وال رادي وال وال سياتيك وال ذول ماذا نقصد نرف ولا نقصد والذي نقصد البرين ده نقصد النرف منطلع من ال ال إلى ال العضلة يعني ال و كل هم هنه هش هيصير المصر راح يصير هذا يسمو فلسد لأن شنو يعني شلل بمعنى الشلل اللي انتم منتخيل لين لازم تنتبهون اكو الشلل بالمعنى اللي نشوف اللي هو واحد ايدا واقع وما يقدر يحركها اما بالمعنى الطبي فالشلل بين نوعيتين نوعية فلسد اللي هو هذا انتم متخيل الواحد ايدا واقعة مثل الخرقة وما يقدر يحركها يعني ايدا منتهية يعني بيها هايبوتونية او اتونية اساسا يعني مثل ايد الميت يعني الواحد اذا انضرب عنده المسكولو كوتينوس ما راح تكون خرقة يعني انت من تيجي تتحرك ايدا الابو جوينت ما راح تشوف اكون رزيستنس راح تشوف تتحرك يعني ممكن بصبعك تتفاح تطير ايدا كلها تتحرك ما اكون رزيستنس العضلات ما بيها تون هذا معنى فلسد براليسز اذا الشلل من هذا النوع هذا ايما يصير رجزوية لمن ينضرب يعني بتعبير ثاني شنسمي lower motor neuro lesion دا شيفون هسا استخدمنا هذا طبعا clinical هذا من ينضرب العصب جوه الهيبوتونيك مصل هو مؤلم من رزيستنس تستريتش تكون قليلة بسبب لغاما افرينت تستجارج هاي بيها حالات الصيد ممكن بعض حالات الاندوكرين بعض حالات نيورو تكون هاي بحالات طبية تأخذوها يعني حاليا انا ما يهمني نقطة بيهمني نقطة اي نقطة اي لما يكون flacid paralysi زين اي بتصير hypotonic او يسمو spastic paralysi هذا الشلل من النوع الثاني اكون شلل تكون اليد بالعكس شاد دحيل وقوية وما تقدر تحركها يعني ايدة مثلا بايسبس لا اهنا تكون بالعكس كل الشاد بس نسميه الشلل هل هو يقدر يحرك البايسبس لا لا يقدر يحرك بس تكون spastic كلش يعني بسبب شنو هذا امتى يصير بال اي معلومة هاي قيمتها ذهب لما يجيك المريض عند شلل بالطوارئ وتريد تعرف هال المشكلة بالنرف لو المشكلة جلطة بالدماغ فتحرك ايدا وتشوف او تستخدم الفليكس فاذا نكتبهم كملاحظة احنا خلينا نسويهم جدوى لأن الموضوع مهم يعني حتى اذا مو هذا مهم بالامتحان فهو مهم لك بعد يعني انت لازم تعرف فال upper motor neural lesion lower motor neural lesion هذا امتى يصير هذا امتى يصير هذا منتظر بال cortex خلينا neuromuscular ejection والعضلة اذا هذا هو نقصد به lower motor من نطلع من anterior horn cell الى العضلة هذا كل lower motor بال upper motor سيصير نوع من الشلل spastic هنا نوع من الشلل flacid هنا الرفلكس سيكون hyper reflex يعني الرفلكس مالتا سيكون قوي كل من تضرب بتشا كو يضرب هنا يكون hyper reflex او hyper reflex او ممكن يكون reflex اساسا ما ك reflex تمام زين شنو سبب وشتون تحفظوهم ال upper ولا وشتون صايرين دائما نحفظوا قاعدة انه ال upper هو inhibitor يعني الدمار دائما يحاول ينسوي inhibition او يسيطر على reflex انت كنت تفهم بطريقة فلسفية شن نقول نقول احنا دائما دمار يحب يسيطر فهو عدو لل reflex يعني ال higher center ما لتنا ما التفكير هي عدو لل reflex يعني reflex يشتغل من عنده وانت عقلك يريد هو يسيطر فما يقبل هو يشتغل من عنده فدائما هو inhibitor فاذا اجي انضرب ال inhibitor يصير يصير كل الشاد ويصير hyper reflex يصير reflex كل قوي اما اذا ما انضرب ال upper انضرب ال lower كله فاساسا ما كو innervation للعضلة فراح تكون flaccid راح تكون reflex يعني اساسا ما كو nerve دي وصالها يعني بال lower انت ضربت النرف مع لت ضربت السياتك كله تمام واضح فرق فانت لمن تضرب ال brain انت السياتك لساته موجود فالسياتك يقدر يشتغل يسوي spastic يسوي لك hyper reflex اللسات وموجود السياتك ليربط من العضلة ويرجح هين رجح لل spinal cord وموجود sensory motor كلش طبيعي المشكلة فوق بال cortex فمن تضرب cortex انت فقط فقط the inhabitary effect فيبقى الأفكت البقية بالعكس يصبح exagerated يعني يصبح أقوى يصبح spastic ويصبح hyper reflex اما اذا فرقين أساسيات بس فروق ثانية يعني تأخذوهم بعدين تمام بعد شنو موظائفها مثلا هنا كاتب طبعا هاي وظائف كلها إنشائية يعني صراح هذا الكلام الفوق هنا مثلا stabilisation during tense motor action شنو نقصد tense motor action مثلا انت تخيل ويا انت قاعد على الكرسي واحد جر من جواك الكرسي وانت بقيت قاعد بقيت قاعد بالهوا هذا tense motor action يعني انت شنو نقول نسوي gradation بالأكشن مع العضلة يعني اشغل نشدها بحيث تشير وزننا شايفين هذا هو tense فيقول لك الاني تايم البرسن مست بيرفور مصول فونكشن اللي يرقو هاي دي كي او دي كي او 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 هاي قلت لكم يعني العفو contraction يكون كلش دقيق فهنا شايف حيصير حيصير عن طريق excitation مع مرة ثانية signal من reticular formation يجي من الpoint يكون excitatory يعني بالpositive position مع major joints اللي هما الانكل والني والهب والالبو والشولدر والرست to do this facilitatory pointing formation reticular formation ينقل لك excitatory signal عن طريق gamma nerve fiber لل intrafusal muscle the spindle on each side of the joint have shortness end of the spindle في central receptor region زيد لك signal output اعادة كل النفس الكلام هذا كل اعادة مزيلا فبناخ the spindle مع both sides of each joint activated at same time صفحتين joint reflex excitation on both sides of the joint also increase فتنطيق tight tense muscle opposing each other at the same time تشوفون هذه هي intense هذه فكرة tight tense muscle opposing each other واحدة مقابل اللخ اللي هو قال لك tense motor action fork فهذا من المقابل اشحي سوي لك هذا net effect that position of the joint becomes strongly stabilized that tend to move the joint from its current position opposite by highly synthesized stretch reflex يعني خلينا اخذ مثال هذا اللي قلت لكم عليه ما كان هذا الكلام كله انو انو انت من قاعد وشن منك الكرسين لازم تبقي knee joint flexed بس flexed كلش قوي ليش يعني هو ديش لوزنك فانت شو الشغل الشغل اللي ك بس بس معين هذا اللي يقول لك يروح يسوي excitation للقامة بال quadriceps وبال hamstring بحث quadriceps يسوي extension hamstring يسوي flexion بس شنو هو النت المحصل لشنو chanat flexion صح بس يحافظ عليها بمكان يعني يشدها من الجهتين يشدها يثبتها من الجهتين للجوينت بحث شوما تحاول يتحرك ما يتحرك تمام هذا هو tense motor function مثال عليه من تلعب عقلة وتعلق روحك من تلعب عقلة وتعلق روحك فأنت تستوي flexion معين للbiceps أو للelbow joint السؤال من تلعب عقلة ما رح تشتغل try الجواب ايه ولهذا دايما يقول لك يعني بهيج تمارين تشغل try أو يقول لك شغل الصدر ويا الظهر مثل بعض التمارين اللي يحتاجون لها صور حتى وضحوا لكم معها المهم بعض التمارين اللي بيها هاي فكرة tense motor action لقد تشغل عضلتين حتى تحافظ على حركة joint ثابتة أو مو حركة joint بالحقيقة هي position يعني نحاول يسوي position وليس حركة تمام هاي خلصنا من عندها يقول لك damping or smoothing function or stretch reflex against smooth motor signal طبعا هذا كلام يعني انشائي بعد اكثر يقول لك action اللي يجيك من الموتور يكون an smooth يعني مو كلش مالس فهنا هذا يسوي لك smoothing يعني يخلي الحركة كلش smooth من تمشي يعني مثلا انت تريد تشيق قوية صاحبك والطخة على خدها فما يجي يخليك تضرب راجدي ازين ولا يخليك انك انت مطخة فيخليها smooth يعني هيش فكرة حتى يا عماري دقراها الصراحة من spinal cord تنتقل an smooth يقول لك من spinal cord تنتقل بطريقة an smooth حتى الحقيقة هي فلسفتها نو ليش an smooth لان ما دايجيها feedback يعني المفروض انت ودا تتحرك دايجيك feedback من السنسر بحيث ترتب الموتور على اساس تشوف انت تعقيد فيقول لك an smooth increasing the intensity of few milliseconds for decreasing the intensity changing another intensity level and so forth يعني ممكن يزيد يقلل طريقة صحيحة muscle contraction راح يكون jerky يعني شون jerky يعني انت تريد تستلم الماء من صاحبك تجي تضرب القلاص هذا معنى jerky jerky يعني يجف بقوة شون ال reflex من انت تضرب الطبيب قدامك هذا jerky في course of such signal يمنع هذا oscillation oscillation هذا التردد بالحركة يعني تتخيل مثلا انت تريد الصافح واحد اول ما تصعد ايدك يكون فجأة سريع فجأة يوقف هذه معناته jerky أو oscillation يعني شوفوا الكلمات التي استخدمها أو oscillation يعني مع حركة ايدك سريع فجأة وقفت تمام هذا القصد هذا oscillation يصعد ينزل jerky يعني هي هذه الحركة السريعة تمام يسموها smooth نفس المعاني jerkyness شوف مرة اللغة of the body movement induced by unsmooth مرة ثانية signal normal part of the nervous system إعادة كله لمن muscle spindle is not functioning the muscle contraction become very jerky in order to local course of such signal صلاحة إعادة يعني مفرطة بالموضوع وهذا كل طبعا المفروض ينكتب بعنوان يعني وخلاص هو شرح الدكتور يعني مفروض يعني بس أشرح لكم المثال just for interest يعني تمام المفروض يعني تعرف الصراحة كل هاي الفقرات أخير شي يقول لك enhancement of extra muscle fiber contraction يقول لك هنا شنو يقول stretch reflex increase degree of excitation by extra fusel هاي يعني اللوب هو هذا من تعريفة أساسا لنو ينطي إشارة feedback sensory في يسوي enhancement يعني يسوي excitation أكثر لل extra fusel اللي هي الوحدة الأساسية مع الحركة يعني هي الأقوى والشبيرة فلن muscle short contract against great load both alpha والgamma neuron are stimulated stimulated great load مثل واحد يشير وزن كل الشبير أقوى من حجم يعني فلن ممكن تسوي contraction أقل فهذا mismatch contraction with stretch receptor with spindle ولهذا less stretch reflex اللي يخلي extra excitation بال extra fusel يعني سبحان الله شون كاتب يقول لك فكرة أنه إذا extra fusel صوت contraction أقل من intra وليس شدت لل spindle الرجعت لل spinal cord تقول خلي extra تسوي contraction بعد يعني نحن والماء من حولنا قوم من جلوس حولهم ماء إعادة الكلام وما كو بنتيجة أعتقد واضح اللي قرأ هذا الكلام كل شنو اللي تحتاج يعني أنا لازم نسوي لكم سامريا صراحة حاجة تند reflex فكرة أنتو تعرفوها المفوضة واحد تقاري spindle يعرفها تفرقون بهذا action مال postural reciprocal inhibition pattern تند تعرفون فكرة flaccid spastic هاي اللي تفيدكم من فكرة stabilization من نقطة B و نازلين تعرفون فكرة tone طبعا هاي نقطة هي هاي أهم وحدة بهم البقية مثلا intense smoothing فهمناها واخير شيء مال extra fusel زي contraction مال هم يسمون enhancement يعني برأي بس حفظوا العنوان ما هوا يفهموا الفكرة لا تقعدون تحفظون التفاصيل أكو أمور يعني أهم أخير شيء بقى colgy tendon organ هذا colgy tendon فكرة كل لطيفة كل السهلة هذا موجود موجود بنهاية العضلة يم التندل ويعني ممكن يتعرض الضربة فيكون encapsulated by tension produced by muscle fibers higher receptors have both dynamic and static response نفسها الموجودة بال spindle إذا تذكرون كما نقول أكو chain وأكو back chain كانت مسؤولة عن static والback عن dynamic فهنا نفس الفكرة أكو static وأكو dynamic فالستيقن من tendon organ تنتقل عن طريق nerve fiber إلى local area من cord cerebellum وال cortex cortex على مد reflexes cerebellum على مد يعرف التوازن والposture والcortex على مد تعرف الوزن الشعير بيدك مثلا كما تشعير وزن بيدك كما تكون 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 تعرف وزن على علاقة مثلا colgit tendon reflex يسمى inverse stretch reflex هذا بالعكس هذا reflex mediated by colgit tendon organ كل من colgit tendon organ of muscle stimulated by increase muscle tension مثل contraction يصير يصير accotension عليه أو much less extend passively يعني actively لمن تسوي contraction بالعضلة passively عن طريق stretching muscle انتجرها يعني مريض قاعد وتتجر إيده شايف ما هو الذي يسوي هذا يسمى passively فهنا سنتقل إشارات لل spinal cord excit inhibitor interneuron فسوى inhibition لل anterior motor neurone عكس منه عكس stretch يعني stretch ركز وياه السمري الأخير يعني هذا كل شي يوضح لكم فكرة هاي عضلة وهذا عندك spindle هنا spindle اللي ما يصير بيها stretch هنا ش تسوي تسوي positive reflex وتقول العضلة تسوي contraction خلي مسح هذا من contraction سوي contraction على مدية بها stretch فتري تسوي العضلة شنو contraction ترجعها تمام راح سوي contraction هنا tendon لما ينجر شي سوي سوي inhibition لأنه ينجر حال تمام هاي فكرة الكولوجي tendon انه ينجر حال فسوي inhibition فهذا هو فكرة يقول لك inhibitor interneuron اللي انهبت الأنترية alpha motor neuron اللي innervate same muscle from which signal are originated ولهذا اش قال لك inverse stretch reflex axel stretch reflex stretch reflex كانت فكرة لما انت يسوي stretch لل spindle يصي contraction بالعضلة صحيح هنا من يصير تنشن على الكولوجي ما تقول stretch تقول tension هنا من يصير تنشن على الكولوجي يش يسوي انهب يش للعضلة يسوي inverse المعكوس فهذا bring about relaxation of the muscle يسوي relaxation in response to strong stretch يسمى inverse stretch reflex طبعا هنا هو مو stretch نفس ما قلت لكم هنا على tension بس هو اسم inverse stretch on the other hand اذا tension يكون قليل حيسوي impulse من التند راح تروح يسوي لك loss of inhibition فيزيد لك excitation فهذا يسوي negative feedback mechanism طالما هو inverse يمنع negative feedback يعني يمنع شنو فكرة لش يفيد او ان شاء الله يمنع تشيل فدوزن كل شهوية يعني انا اسأل هسا انت جرب تشيل فدشيل كل شبير مثل ثلاجة او مجميدة ما تقدر تحركها ليش انك انت تجرب شوية تشيل بعد تبطل هو تلقائي للعضلة يعني انت ما تقدر تكسر العضلة مالتك تمام ولهذا اللي بتجيم كل شي عانون لما يرفع وزن اكثر من طاقتهم وطق عضلتهم اما لو انت رايح جديد للجيم وتريد تدفع بنجو بريس مثلا 200 كيلو ما راح تقدر اساسا ترفع من البداية تمام مو ايئن بس عضلتك ما بيها طاقة لان هي عضلتك من تحس ان اكو تنشن كل قوي ما راح تقدر ترفع الوزن نفس الديد ليفت يعني الديد ليفت من تحط الوزن كل ما تقدر ترفع اساسا هذا يمنع لك شنو يمنع لك اذا صار كسر بالعظم او يمنع لك اذا يصير تمزق بالعضلة لان اذا التنشن تشوف وظائفة كلها محافظة على العضلة في حين ذاك وظائفة على موضي الجسم الستريتش على موضي وقفك عادل يحافظ على التون يسوي لك الحركة السموذ من هذا الكلام هنا لك يحافظ على العضلة نفسها يحافظ على العظم نفسه يمنع العضلة يصدر الرياضي يسوي لك فجأة الرياضي شايف من ابو الرياضي فجأة يعوف الوزن هو هذا وصل حد يعني خلاص بعد ما يقدر يعني قد ما يكون عصابة قوية ولهذا شايفين يقول لك من تمارين الجم العصاب خلاص صدر الرياضي فجأة يعوف الوزن من ايده فيمنع لك تيرين أوف مصول هاي رقم واحد تيرين أوف مصول أو شنو يعني نوع من الكسور تكسلك ممكن تكسلك الريكتس في مورس مثلا تكسلك الأنتيرير الأنفير الألئك سباين السارتوريوس تكسلك الأنتيرير الأنفير الألئك سباين تكسلك المصول التاجم مالتها ليش يعني شدت قوي أنت ما تتحرك رجلك كسرت لك العظم يعني هي بالأخير قوة يعني إذا تحرك الجوينت ستكسلك عظم مثلا الهام سترين يكسلك الأشيار تكسر البراثي وهكذا يعني مهم يكسرون شي الوظيفة الثانية مالكول جيت اندين طبعا هنا كاتبها سريع نشرح ها يعني يعني يقول لك ما خلي جزء من العضة ليسوي جزء لا نحاول نوزع حتى ليصير نفس الفكرة تمزق بجزء و جزء ثاني ليسوي شي العضلة يصير لها نهيبشن بينما العضلة اللي اكسر توليش حيصر لها نهيبشن تمام واضح الفكرة هو يصير نهيبشن للي كنتراكت فاللوخ لا فهذا سيوزع اللود على كل العضلة يمنع أنه يصير منطقة معزولة من العضلة لمن الفيبر يصير أو يصير سيطرة الكمترول مالكولوجي تند الرفلكس شنون يصير سيطرة عليه آخر شي السنستيفيتي والإنهيباتري رفلكس regulated by higher center in the brain كالعادة adjust the set point muscle tension وهذا هو نرجع ونعيد فكرة التركيز وتمرين الأعصاب قد الرياضيين لأن أنت set point تقدر تصعدها وتنزلها يعني قدرة التحمل يسموها كباتم بالجم فهذا البرين ينطي إشارات للtarget muscle through alpha motor neuron يخلي المسل contraction require tension at the same time to inhibitory interneurone appraise them to tension required in each given muscle يعني تنزل alpha excitation والتنش الذي يرجع inhibition في الدقري مالكور contraction approach tension required اللي انت تحتاج اللي هو detected by feedback من الكول G or inhibitor interneurone automatic inhibitor muscle contraction to prevent additional tension ف in this way هاي الطريقة مال feedback attention become adjusted to a set point indicated by the brain يعني شوان يقول لك يقول لك البرين ينطي contraction يرجع يصير لإنهم بش من الكول G من التنش يعني اللي تيصير بالتندن يرجع ينطي contraction إلى أن يحدد يا درجة من تكاتبها من نفس الطريقة مال نحن والماء ومن حولنا كل شي يعيدها بس بشكل عام هي هاي فكرة ما اعتقد تحتاجون كل control بس تفهمون فكرة تحتاجون هاي الوظيف تيم مال ال colgy وتحتاجون فكرة انه inhibition يعني هذا أكثر شي ولا تنسون انه دي بريسيبتر يعني مو من skin أو contains هذا أكثر شي يعني الموضوع الويد رو رح نشرح ناول هاي الموتور رح نشرح يعني هاي هي مادتكم شوف بيها جزء كل مهم جزء كل بتطبيقات مهم لكم بعدين بالبطنية والجراحة وبها جزء كل وانشائي يعني يعني تلك العادة المفروض يعني اللي قارن وياي من الزمان يعرفون شن اللي يقرأ شن اللي يعوفو فأكون أمور يعني جزء تقراها للامتحان تمام يعني عوفها اذا ما تفيدك شكرا جزيلا لكم ان شاء الله ياربط تكونوا استفاديتم ونلتقي بمحاضرة قادمة مع السلامة